اهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام من جديد افدت مصادر محلية بان اشتباكات دارت بين القوى المشتركة وقوات الدعم السريع صباح السبت بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال درفورة التي تشهد منذ اسابيع اشتباكات اثارت قلق المجتمع الدولية وكان الجيش السوداني قلئن قواته والقوات المشتركة للحركات المسلحة دحرت ما سمها بالميليشيا الارهابية في اشارة الى قوات الدعم السريع في اشتباكات دارت بينهما بمدينة الفاشر من جانب اخر قال وزير الخارجي البريطاني ديفيد كاميرون ان العنف في منطقة درفور بالسودان قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية واشرى ايضا المصادر الاعلامية بان هناك تجدد في الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال درفور وعرب كاميرون في بيان له عن قلقه العميق اذا ما وصفه بالتقارير الموثوقة للغاية التي تفيد بان بعض عمال العنف في درفور ارتكبته بدوافع عرقية طيب تعوني ورحب الان بدكتور محمد عثمان الكاتب والمحلل السياسي السوداني الذي ينضم الينا الان في الاستوديو اهلا بحضرتك دكتور محمد وعليكم السلام ورحمة الله ومرحبك استاذنا ومرحب بقناة التاسعة ومرحب بمشاهدكم الكرام الله يبارك فيكم يا رب ويحفظكم بداية هناك تطورات جديدة في شمال درفور يبدو بان الجيش السوداني لدي حالة من حالات الصمود لان كثير من المتابعين يرون بانه كان هناك تقدم قوي في الايام الماضية لمليشيا الدعم السريع الارهابية بتحديد في درفور لكن يبدو بان هناك استماعات قوية وشديدة من قبل الجيش السوداني في هذه المنطقة حرصا منه على عدم تفتيت وحدة الدولة لماذا تعلق؟ هو بالحقيقة درفور هي المسرح الذي تتمدد في هذه المليشيا وفي خلال العام السابق استطاعت المليشيا أن تستولي على عدد كبير من الحاميات العسكرية الخاصة بالجيش السوداني في درفور وهنا تأتي أهمية المعلكة الأخيرة التي أشطم إليها في الفاشر وأهمية الفاشر نفسها تنبع من عدة أسباب أولا الفاشر هي العاصمة التاريخية لدرفور استطاعت المليشيا السيطرة على أجزاء واسعة من درفور إلا أن العاصمة التاريخية لدرفور وهي الفاشر ما تزال في قبضة الحكومة ثم أن الفاشر هي فيها الحامي العسكرية تبع جيش السوداني الأكبر على الإطلاق وفيها معسكر النزوح الأكبر على الإطلاق وفيها عدد السكان الأكبر أيضا لذلك من هنا تأتي أهمية مدينة الفاشر أيضا لها بعد آخر وهي البعد القبلي الذي تتمظهر في هذه الحرب وهي أن القبائل ذات الأصول الأفريقية والتي لها عداء تاريخي مع القبائل ذات الأصول العربية التي ينتمي إليها قائد مليشيا الدعم السريع وتعتبر الآن هي الحاضنة له هذه القبائل ذات الأصول العربية تعتبر الفاشر هي مركز لها وبناء على هذه الخلفية التاريخية لذلك تأتي أهمية الفاشر الآن اجتمعت كل حركات دارفور المسلحة التي وقعت اتفاق مع حكومة السودان وبالتالي بحكم الاتفاق وبحكم العلاقة هي الآن تصطف اصطفاف قوي مع حكومة السودان بل أن هذه الحركات خرجت من الموقف المحايد الذي كانت تتقفه سابقا واصطفت مع الجيش السوداني بسبب الفاشر نفسها السبب الأول الرئيسي حتى لا تسقط الفاشر أخي الكريم أبعد من ذلك أن هناك حركة متمردة وما تزال تتمرد على الدولة وترفع السلاح في وجه الدولة وهي حركة عبدالواحد محمد نور هذه الحركة بسبب التهديد الذي يحدث عن الفاشر نزلت من جبل التمرد الذي هي تتموضع فيه والآن اصطفت مع الجيش السوداني تركت الخلافات السابقة جانبا واصطفت مع الجيش السوداني الآن هناك عدد كبير من هذه الحركات وأخص بها مثلا حركة عبدالواحد محمد نور الذي ذكرته لك الآن حركة الدكتور جبريل وهو وزير المالية حركة القائد النمر من ناوي وحركة القائد مصطفى تنبر وغيرها من الحركات كثيرون يقولون بأن هذا يدلل على أنها حرب من أجل دفاع عن الدولة وأنها ليست بالحرب العرقية والأهلية والطائفية الآن التمظهر الأكبر للدولة يتمثل في الفاشر نفسها إذا أنها عاصمة الإقليم والرمز التاريخي ورمز الدولة نفسها هذا الآن دليل آخر على أن الأمر كله باسم الدولة وليس باسم القبيلة مهما كان هذا الاستفاف هو أن هذه الحركات كلها استجمعت قواها واستنفرت أبنائها ولكنها تسلم نفسها لقيادة الجيش وهي تعمل تحت قيادة الجيش وتحت تخطيطه وتنفيذه وقيادته هي لا تعمل منفصلة لا تعمل باسمها كحركات ولا تشارك في الحرب باسمها كقبيلة أو كبعد قبلي مهما كانت الخلفيات القبلية ولكنها تشارك في هذه الحرب تحت مسمى الجيش وتحت قيادتي وقانوني وتحت مسؤوليتي والجيش هو يمثل الدولة ويأخذ شرعيته من شرعية مؤسسات الدولة إذن هي حرب للدفاع عن الدولة في هذا الجزء النائع البعيد موقف الجيش قوي وأحدث انتصارات كبيرة حققها سابقا كانت هذه الماليشية حينما كانت جزء من الدولة وجزء من الجيش هي كان لها معسكر أيضا كبير في مدينة الفاشر نفسها وبعد اندلعت الحرب وكان هناك حالة توازن وحالة نوع من التعايش استمر هذا التعايش إلى فترة العام السابق كله ولكن بدأت الآن تظهر هذه المناوشات إذ أن الماليشيا طمعت في أن بعض التحليلات تقول أنها كانت تريد أن تعلن دولة منفصلة أو تعلن حكومة قبل أن تعلن دولة كان يمكن أن تعلن حكومة إذا استولد على الفاشر ومن هنا أيضا تكمن أهمية الفاشر إذن بهذه الأبعاد والأطناع أرادت أن تطرد الجيش السوداني وتستولي على الفاشر نفسها وهذا كان السبب في بداية هذه المعارك كانت الحركات المسلحة والجيش السوداني على أهبة الاستعداد وكانوا يعني يجهزون أنفسهم استعدادا لأي مفاجآت أو طعن في الظهر يأتي من هذه الماليشيا وقد صدقت حدثهم وصدقت توقعاتهم لكنهم كانوا في الجاهزية ولذلك حققوا انتصارات كبيرة وطردوا قوات الماليشيا خارج الفاشر تماما في اتجاه مدينة أخرى وهي مدينة مرليط ترجمة نانسي قنقر